السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم معي في فيديو جديد يوم نحضر معكم حلويات عشوراء بعجين واحد كنشكله جوجة الانواع ديال الحلويات على الشكل كويكسات عجين بنكهة القهوة وعجين بنكهة ديال الفاني كيجو مقرمشين شكل جديد ساهلين دا غكي يوجدو كيجو بحل البيمو دوز المقادر كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب جوجة كيسان ديال سانيدة مع مرينش جوجة كيسان ديال زيت المائدة ربعة صاشية ديال فاني جوجة صاشية ديال قهوة سريعة الدوابان جوجة الخمارات وزن سبعة جرام ومية وخمسين جرام ديال الزبدة في ايناء كنوضعو سانيدة رشة ملح الزبدة كنخدموهم مزيان هاد الحلويات حضرتهم القريبة ديالي كنضيفو جوجة كيسان ديال الزيت كنخدمو الزبدة مزيان مع الزيت حتكت الزبدة تكون في حرارة حرارة ديال المطبخ باش ساعي انا نخدمها كنحاول ندخل هاديك الزبدة مزيان ونخدمها منيك الدوب لياكم دا نضيف الحليب بشوية بشوية هنا كنستعن باضطراب اليدوي اعتستعن بالاضطراب الكهربائي باش تخدم هاد الحليب مع الزبدة ويقوللي على شكل كريمو هاد الكويكسات كي جوزوينين كي يخرجوا كمية كثيرة وساهلين ما كتحتاليش انه كيت طبعي ولا تدري شي بالطابع شي شكل غرج جرارة هنا يمنى خدمة الزبدة مزيان مع الحليب ومع السنيدة صاشية ديال قرصة ديال الملح تضيف دبطحين بشوية بشوية وكتضيف جوش صاشيات ديال الخميرة الكيماوية الوزن 7 جرام 7 جرام يعني 14 جرام تدخل الطحين تقريبا هاد هاد الحليوة كتهز كيلو ونص تقريبا تضيف الطحين بشوية بشوية حتى تحصل الى عجينة تكون عجينة رطبة خاصدلكها مزيان باش تكون عجينة مخدومة صافي هاد وطحين الكافي اللي ضافت كتدخلو مزيان وكتدلكها خاصدلك مزيان حتى ترتاب صافي كتقسم العجين على نصفين جوج كتستعم بشوية ديال الحليب هذك نسيطرو كتخلي منو واحد شوية ديال الحليب باش تزيد تع精 جوج عجين تعافل البقاء وعرجينك تعطي مزيان كتبعم المزيان كتقدم ظيان بأن تستمر الجيد اضع القهوة في العجينة و تدخلها ديول الفاني في العجين البيضاء تدوز تورق العجين مزيان بالمدلك و ترش الطحين لتعاون به لا ينصق لها العجينة على سطح العمل العجينة خاصة تكون رقيقة بحال العجينة ديول صابلي تستاعن بورق ديول الزبدة تضع في العجينة مني كترققها مزيان كتحط في العجينة باش يساعد لها انها تضعها في طاوة دائما كتستاعن بالطحين والعجينة تكون رقيقة مش يرقيقها بزاف قع ولكن بحال عجينة صابلي بحالة بالطبعي صابلي صابلي رقيق تشوفوا السمك ديول العجين صافي كتتهزها و كتوضعها في الورق ديول الزبدة هنا يدهنتو بالزيت المائدة باش ما ينصقش لها غير هاد الورق حيتش ما مش هادك ورقة سيولفغي زي هادا الورق العادي ديول الزبدة صافي كترققها كتحاول تبسطها على الطول ديول الورق كتاخد هادوك جسة شيات ديول الفاني كتضيفهم على كاس ديال تقريبا كاس ديال السانيدة و كترشهم قبل ما ترش خاصة تحييد هادوك الجوانب بجرارة وتشكل العجينة على شكل مستطيل هالي ترشي هاد السانيدة و تدوز المدلك باش تبتلك السانيدة على العجينة والفاني و تحييد هادوك الجوانب بخصوم يحييده قبل ما تدلي السانيدة باش ما يرجعوش للعجينة و يردوها عجينة حلوة بزيف صافي كتتتقطع بقطع بشكل عشوائي على شكل مربعات كتدي بادي جرارة على شكل طول و من بعد على شكل العرض و كتهز هاد العجين بالورق ديالها و كتحطوه في الطاوة على هذا الشكل نفس الطريقة كتديرها العجينة اللي فيها النسمة ديال القهوة كتستاعن بالورق ديال الزبدة كتبسطها حتى هي رقيقة و كتديرها على الطول ديال الورقة القويرات اللي قسمت دارتهم في ورق ديال دارتهم في بلاستيكا باش ما يقساحوش لها كل كورة دارتها في بلاستيكا كيما كتشوفو باش ما تقساحش و من بعد كتبسط كل وحدة على على حد خاص هاد العجينة ديال القهوة تكون في طاوة بوحدة كتاخد العجينة كتاخدها و كترققها و كتكون عندها بيضة مخلطة مع أساسية ديال نيس كافي شوية ديال القطارات ديال غير الصفار ديال البيض و كتدهن به العجينة كاملة قطارات ديال الخل كتدهن به العجينة كاملة و كتجر بيال فورشيت الشوكة كتجر بشكل عشوائي على شكل خطوط من بعد كتقطع على شكل مربعات طياب ديال هم كيكون عافية مهلة ملتح حتى كيطيبو مزيان عادش كيطيبو من الفوق كترشت سانيدة و كتقطع على شكل مربعات واحد ملاحظة يمكنك تقطعها قبل ما تدهنيها و هليت دهنيها باش ما تلصقش ليك حيوديونا مني كيطيبو كيكونوا على هاد الشكل اللي فيهم اللون البني هم وديون القهوة بالنسبة اللي عندها المدلك المشنف تستاعن به باش تحصل على هادك الزواق بلا ما تدي الفورشيت و النوع الثاني بلوفاني كيكون فيها سانيدة من الفوق حتى هو كيكونوا مهرمشينوا زوينين تمنىكم تجربوهم جوجة النكاهات بعاجين وحدة كنتمنىكم تجربوهم كيخرجوا كمية وفيرة بصحة و الراحة ما تنسوش دائما الاشتراك و الضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم